اسم الدرس أحسب محيط شكل مركب من الأشكال المدروسة أستحضر أولاً اجتمع أعضاء نادي الرياضيات مساء الجمعة بمدرسة المنارة قالت أمل ما هو الشكل الذي نجد قيس محيطه مثل المربع؟ قال يوسف ما هو الشكل الذي نجد قيس محيطه مثل المستطيل؟ أجد جواباً لأسئلة أعضاء النادي معللاً إجابتي الإجابة سؤال أمل الشكل الذي تعنيه هو المعين لأن قيس محيطه يساوي الظلع في أربعة سؤال يوسف الشكل الذي يتحدث عنه هو متوازي الأظلع يساوي القاعدة في الارتفاع أستكشف ثانياً يمثل الرسم التالي تصميماً لأربع قطع متجاورة من الأرض بحديقة الحيوانات بالبالفيدير وفقاً للسلم واحد على سبعمائة وخمسون ضمت إدارة الحديقة القطع الأربعة إلى بعضها البعض وجعلت منها مأوى لجاموس إشكل ثم أحاطتها بسياج حديدي يباع لفائف ذات خمسين متراً أبحث عن عدد اللفائف اللازمة الإجابة لنعرف عدد اللفائف اللازمة نقوم في البداية بالبحث عن الأبعاد الحقيقية ثمانية سنتيمتر في سبعمائة وخمسون يساوي ستة آلاف سنتيمتر يساوي ستين متر أربعة فاصل ثمانية سنتيمتر في سبعمائة وخمسون يساوي ثلاثة آلاف وستمائة سنتيمتر يساوي ستة وثلاثين متر قيص المحيط بالمتر ستون في اثنان مع ستة وثلاثون في خمسة مع ستة وثلاثون في ثلاثة فاصل أربعة عشر على اثنان يساوي مئة وعشرون مع مئة وثمانون مع ستة وخمسون فاصل اثنان وخمسون يساوي ثلاثة مئة وستة وخمسون فاصل اثنين وخمسون عدد اللفائف قيص المحيط بالمتر على طول اللفيفة الواحدة ثلاثة مئة وستة وخمسون فاصل اثنان وخمسون أعلى خمسون يساوي سبعة لفائف وستة فاصل اثنين وخمسين متر أتدرب ثالثا ألاحظ هذا الرسم لباب مسجد أبحث عن قيص محيطه الإجابة قيص محيط الباب بالمتر 2.5 في 2 مع 2 مع 2 في 3.14 على 2 يساوي خمسة مع 2 مع 3.14 يساوي 10.14 رابعا ألاحظ الرسم الممثل لملعب رياضي أبحث عن قيص محيط هذا الملعب الإجابة قيص محيط الملعب بالمتر طولين مع دائرة 110 في 2 مع 90 في 3.14 يساوي 220 مع 282.6 يساوي 502.6 خامساً ألاحظ الرسم أحسب قيص محيط الشكل الإجابة قيص محيط الشكل بالمتر طولين مع دائرة 120 في 2 مع 60 في 3.14 يساوي 240 مع 188.4 يساوي 428.4 سادساً لمسجد الحي المجاور باب ذو مصرعين مثل ما يبينه الرسم بمناسبة شهر رمضان تريد البلدية أن تحيط حافة الجدار الذي يشده بشريط مضيء أبحث عن قيص طول هذا الشريط بحساب المتر الإجابة قيص طول الشريط بالمتر طولين مع نصف دائرة قيص قطرها 0.9 في 2 يساوي 1.8 متر 3 في 2 مع 1.8 في 3.14 على 2 يساوي 6 مع 2.826 يساوي 8.826 سابعاً ألاحظ الرسم أبحث عن قيص محيط هذا الشكل الإجابة قيص محيط الشكل بالسنتيمتر دلعي المربع مع دلعي المثلث مع نصف دائرة 3 سنتيمتر في 4 مع 3 في 3.14 على 2 يساوي 16.71 سنتيمتر أوظف ثامناً بمناسبة عيد الطفولة نظمت إحدى الجمعيات صباقاً للدراجات على هذا المسلك الواقع حول حي رياضي انطلق الصباق على الساعة العاشرة صباحاً فقام المشاركون بـ 25 دورة تمكن ضياء إثرها من الفوز بالصباق حيث كان معدل الزمن الذي قضاه في القيام بدورة واحدة ثلاث دقائق وثماني ثواني أبحث عن المسافة التي قطعها المتصابقون الإجابة المسافة التي قطعها المتصابقون 120 في 4 مع 84 في 3 مع نصف دائرة قطرها 84 متر مع نصف دائرة قطرها 120 متر 120 في 4 مع 84 في 3 مع 84 في 3.14 على 2 مع 120 في 3.14 على 2 يساوي 1052.28 متر أبحث عن ساعة اجتياز ضياء لخط الوصول الإجابة الزمن المستغرق للقيام بـ 25 دورة الزمن الذي قضاه ضياء في القيام بدورة واحدة في عدد الدورات ثلاث دقائق وثماني ثواني في 25 يساوي 75 دقيقة و200 ثانية يساوي 78 دقيقة و20 ثانية إذن الزمن المستغرق في القيام بـ 25 دورة 78 دقيقة و20 ثانية يساوي واحد ساعة وثمانية عشرة دقيقة و20 ثانية ساعة اجتياز ضياء لخط الوصول ساعة الانطلاق مع الزمن المستغرق في القيام بـ 25 دورة عشر ساعات مع واحد ساعة وثمانية عشرة دقيقة و20 ثانية يساوي 11 ساعة وثمانية عشرة دقيقة و20 ثانية اقيم مكتسباتي تاسعا يمثل الرسم التالي الحضيقة الفائزة بمصابقة لبيب في المصابقة الخاصة بالحضائق المدرسية التي نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط غرس التلاميذ نباتات خزامة على حدود هذه الحضيقة المتكونة من أشكال متقايسة الأزلاع تاركين خمسة ديسي متر بين كل نبتتين متتاليتين أبحث عن عدد نباتات الخزامة التي غرسها المتعلمون حول هذه الحضيقة الإجابة المساحة تساوي الظلع في الظلع يساوي الظلع مربع المساحة تساوي في يساوي خمسة وعشرين تساوي خمسة في خمسة تساوي خمسة وعشرين بما أن الأشكال المكونة للحضيقة متقايسة الأزلاع وقيس مساحة المربع فيها خمسة وعشرين متر مربع فإن قيس الظلع يساوي خمسة متر إذن طول محيط الحضيقة سبعة عشر في خمسة يساوي خمسة وثمانين متر يساوي ثمانمائة وخمسين ديسي متر عدد النباتات طول المحيط على خمسة يساوي ثمانمائة وخمسين على خمسة يساوي مائة وسبعين نبتة ترجمة نانسي قنقر